سلام عليكم فانيلياتي يارب تكونوا بخير تعالوا النهاردة نشوف الفرق بين قام كريمة الحشو كريمة التغليف باللباني البودرة عندنا في مصر حاجة اسمها كريمة لباني البودرة طعمها جميل وحلوة قوي بس فيها مشكلة صغيرة اللي انا شغالة فيها دي كريمة التغليف انما اللي انا بقى شلها لكو دي دلوقتي كريمة الحشو كريمة الحشو دي معمولة من اللباني البودرة بس شو فيه كمية وراغات الهواء اللي فيها عاملة زي اللي جبنا القريش طبعا دي لو جيت تشتغلي بيها شرب ايج او تشتغلي بيها تغليف تورطة او حتى تعملي بيها ورد هتبقى مشكلة المشاكل في فراغات الهواء شكلها صعب او تعالوا بقى نحل المشكلة دي مع بعض ونشوف ايه القوامة اللي احنا نشتغل بيه وطبعا بفكركم انكم تشتركوا تتفعلوا باللايك والمشاركة لان ده بيخلي ليتيوب يفهم اهتماماتكم ويعدد لكم الفيديوهات المهمة لكم وقت ما تحتاجوها اول حاجة انا معايا هنا 200 جرام من المياه السقعة المتالجة هحط عليهم 100 جرام من الكريمة بتاعة اللباني البودرة تمام ده بيبقى شافية كيس بتتجاب كده ارباع وانصاص من محلات المستلزمات زي الكريم شنطي بس طعمها دسم وقفلة شوية كمان هحط عليها هنا 40 جرام من السكر البودرة وهبتدي اخفقها كويس المقدار ده او القوام ده لما بيشتغل بيه هيعمل لي قوام كريمة حلو ومتماسك في حاجتين في الحشو وفي كريمة الروزيتات يعني لما انا هخلص دلوقتي بصي او عليكي كده شكل القوام بتاعها القوام بتاعها حلو بس في الحشو وفي الروزيتات حاجة كمان هي مش بتزيد قوي قوي زي الكريم شنطي كده ما بيرمي معانا لأ بتبقى لمتت شوية والكمية ان احنا بنحطها مش بتزيد قوي قوي ده شكلها ده دلوقتي هنعمل بيه تقدري تاخديها كده وتحشي بيه هزي الفن هتبقى زي الفن معاك تقدري تشتغل بيها روزيتات ما فيش اي مشكلة وفراغات الهوى مش هتظهر ومش هتبان مش معنى بقى لأن التب اللي احنا بتشتغل بيه او القماع او الروزيتات اللي احنا بنعملها روزيتات ضخمة فبالتالي فراغات الهوى مستخبية جواها عارفة امت تزهر معاك فراغات الهوى دي لو انتي بتغلبي بيها وبتشدي بالسكرابر او لو انت بتعمني بيها ورد تلاقي بتلت الورد مليانة فراغات هو طيب دلوقتي احنا عايزين نغلف ونغلف بكريمة لباني بودرة ويطلع طعمها برضو حلوة قوي كده عشان احنا بنحب الطعم الحلو الدسم ده في التغليف فنعمله ازاي تعالي بقى اقولك نعمله ازاي هم همهم المتين جرام من المياه الساعة المتلجة بس المرة دي هنصص يعني ايه يعني هحط خمسين جرام من اللباني البودرة على خمسين جرام من الشنطية انا بستخدم هنا شنطية المتحدة خام هايبرتوب هحط عليهم تمان نفس الاربعين جرام بتوع السكر البودرة وتعالي بقى نشوف الفرق لما دخلنا معاها الكريم شنطية اول حاجة لاحظتها وانا شغالة ان القوام بتاعها بيتماسك اسرع مش زي النبي البودرة اللي وحده يعني اخذت وقت عمل ما عملت فهم تاني حاجة التماسك تحس مفيش فراغات هوى خالص التماسك شايفة التماسك والقوام عامل ازاي مش بيقع من المعلقة يعني هتريحني قوي قوي في شغل التغليف حاجة كمان لونها فاتح مش مسفر ولا لونه اوف وايد زي اللباني البودرة فبالتالي ما حسيتش بفرق يعني انا حسن انا بشتغل بشنطية لكن الطعم طبعا احلى من الشنطية لان اللباني البودرة ليها دسمها وطعمها الحلو انا كده خلصت حلقة النهار ده لو عجبك الفيديو ايو 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 تنسي اللايك والشير وطبعا ايو 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 تنسي ان احنا مقطعين وهنفضل مقطعين اللهم انصر اخواتنا رب وفك القربة عنهم اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر